عشان اقدم منتج او خدمة زي جودة عالية اكيد ده هيكلف تكلفة مادية. ولكن نتخيل لو انا بقدم منتج زي جودة سيئة. اكيد هيكون عندي اما انترنال فاليور. اما عندي سكراب. اما ري وورك. جوه المصنع بتاعي او جوه المنشأة بتاعتي. ثانيا الاسوأ من كده ممكن يكون فيه اكسترنال فاليورز. يطلع المنتج من عندي او الخدمة اللي بقدمها تبقى معيبة وتوصل العميل. ساعتها بتاعة المكان هتبقى سيئة جدا. وسانيا العميل اكيد هيرجع المنتج لانا مش يعجبه. على النقيد. على منع المشاكل. وده بيتم عن طريق التخطيط نعمل سانيا عن طريق تدريب فريق العمل. ده كده الخطوة اللي بعد كده الابريزة الكوست. كل ما يتعلق بالقياس. اكيد هيكون عندي معمل او جهة قياس او اناليزة زهرة كبهة على الوحدة. كلم ده في مصنع مثلا. في قاعدة بتقول انها لو صرفت دولار واحد على البريفنشن. هصرف عشرة على لو عندي مثلا ري وورك او تصحيح لحاجة من هصرف مية في حالة الكيرف اللي قدامنا بيشرح لجوران موديل للكواليتي وازاي اختار الاوبتومي كواليتي اللي هشتغل عنده. باين انها عالية جدا حينما تكون الكواليتي سيئة والكوست بتكون اعلى ما يمكن لما يكون بتاعتي عالية nichts. نقطة التقاء الكيرفين هي دي المفروض اشتغل عنده. ممكن تكون الصناعة بتاعتي تلاتة سجما او اربعة سجما Consority كفاية جدا. ممكن تكون الستة بالفيmel مش صناعة الطيرات. تخيل رحلات الطيران. تلاتة واربعة من عشرة. في المليون رحلة. رقم شركات الطيران بتسعة. انها هتطوره. وتقلل نسبة فتعلي. فستة بالنسبة لشركات الطيران مش كفين.